ما كذبش اللي قال باللي أنه الوقت والزمان كتقرب نادم وتقدر تكبره وخيكون مازال باقي صغير حكاية الليلة أغرب من الخيال والأحداث اللي فيها غادي تشكوا واش كتبات لنا مولاة الحكاية أو لا هادي شي قصة اخترعتها لكن للأسف كل شي حقيقي وبرهنات وليا القصة اللي غادي توقف لك الدماغ غادي تضحف معظم البتلاءات ولكن دكش اللي غادي يخلف فيها السحر كان عجيب وغريب ولي أول مرة كان سمعه ما تمشي فين وبقى معنا في حكاية الليلة سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كانت من لناكم تكونوا باخروا إلى أخير أموركم هاني وأحوالكم طيبة الرمضان ما بقي ليه والو يسالي بالسلامة كانت من لناكم قدرتوا تحققوا فيه قاع الأهداف اللي كنتوا باغين والله يبلغ المقصد كل واحد فينا فيه وكيف ديما المؤنسة ديالكم عادت إليكم من جديد غير هو حلقة الليلة بقوة ما هي الطويلة غادي نقول لكم جبدوشي حلوة ديالعيد نونسكم فيها فاخر ما تعطلش عليكم أكثر من نقول لكم ولكن قبل ما تنسوش أنكم تغطوا لزيل الإعجاب لزيل ما تكلفكم بتشي مجودو نقول لكم بسم الله يلا لينها بدأ أنا اسميتي في حكاية غادي ندير اسمي مستعار حي تشكين بزاف من عائلتي وأصدقائي اللي كيتابعو هات القناة وماشي كل شي عارف علية تفاصيل ديال حياتي كبرت في وسط واحد العائلة اللي على قدها انت وسطة أنا هير كبيرة في خوتي ما بين خمسة ديال الخوت دوز طفولة اللي قدرون نقولوا عليها الزوينة كنت فيها فرحانة وبابا ولله الحمد عمرو ما كان من نقصنا من شي حاجة الحاجة اللي بغيناها كانت يجيبها لينا وأنا كان كبر الحمد لله مولانا غادي يسرع لبابا وغادي يفتح وجه أبواب ديال الرزق ودار شركة هو وصحبه وكانوا الفلوس غير شيطين والخير كان كثيرة لنا لدرجة أنه كانوا عندنا طموبيلات أخير ما كان الأم ديالي في فترة طفولتي كانت صعيبة وعمرني ما كانت تقريبا منها علاقتنا كانت صراحة خيبة فوصل هذا الشي أنا كنت البنت اللي كتحمد الله على كل شي كنت زوينة كنت ضحوكية فهذه الحكاية ديالي كان ينزوج ديال الناس اللي غادي نذكر لكم اللي أدوني وكانوا قرابين لي بزاف بنت خالي وبنت خالتي اللي كنا في نفس السن وكنت كان حسبهم بخوتي وحتيش حنا كان مستكالينا مولانا أنا كنت كان تطلع فيهم وحويجي كانوا هم حويجهم صراحة لهم ما عارش واش حقد أو اللي حسد اللي كانوا كي جمعوا في قلوبهم ولكن أنا كنت على حسن النية ديالي كنت ديما كان جي من المدرسة وبنت خالتي كلقاها ديالت الماما شي حويج اللي أنا والله ما درتهم كنا كل قتلى ديال العصة من عند ماما ولا أنا قل شي حاجة اللي أنا واناو هذيك بنت خالتي هي اللي درتها ما كي تيقونيش ما كد قولي يا الله بنتي رادرويشة انتي اللي غير كد ضحكي وخفيفة كتر من القياس مع بززاف ديال حويج اللي كنت كانت تظلم فيهم في قريتي كنت أنا هي المتفوقة لفي عائلة الممي ولفي عائلة ديالربا ديما جيب جوائز أنا هي يلقى رياكي في ما تيقولون نسيت ما قلت لكم بلي أنه العائلة ديالبابا ملتزمة بالساف وابنتهم كلهم ديرين نقاب إلا إحنا أولاد بابا بابا عمروا ما فرض علينا شي حاجة وانا كان كبر رجعت كان عاني من تسلط الام ديالي اللي كان مبالغ فيه حتى غدين دير تلطر شلسانة وغدين تشري الام ديالي واحد الدار في واحد البلاسة في النفس المدينة ديالنا ولكن في واحد حي اللي كان راقي الدار اللي كانت زوينة بزاف أنا واخا ما كونش باغا ولا قدرا فرق حومتي وصحابي اللي كانوا تما اضطريت أنني مشي أنا وماما واختي وبابا لديك البلاسة جديدة بزز منها تقيدت في مدرسة جديدة وتعرفت على أصدقاء اللي كانوا جداد خصوصا وانا وانا معروف عليها الجماعية وكان دير بلاسي في أي بلاسة مشيت لها فما رقيتش مشكل هنا غدي توقع ليا واحد الحاجة اللي منها غدي تبدأ حكايتي في السن ديال 14 سنة وانا كان قرار في الصف التاسع كانت فرحانة خفيفة بحلفة مشي الخفى السلبية كنت كان قرار مجتهدة وكان حماق على قرأتي ولكن تصل لدي الأم ديالي ما نقصش نهائيا كنت نحس بها بلي أنه مشي الأم ديالي درجة أنه شحل من مرة منعتي ليا الصحابات أنا ذاك الدرجة إذا جت غير شي بنت أنها تطلب لي شي دفتار ما ما كانت كتجري تنهار اللي سيأتي وقال لي سيدة الوالدة عندك جوش اختيارات يا إما ستخطبي فلان يا إما ستخرج من القراء أولي شو هاتذكر ما ماما كان سمع ما عارفش أصلا باش التبليت وانا ما زال بقى صغيرة حتى سن الرشد ما زال ما وصلتش ليه دعت بيد بنية كيف شو ماما رافلين في عمره 36 سنة وانا 14 سنة ما ما يمكنش دعت لي هذرة واحدة شدتني مني الدل التي تحرقني وانا يسمح في قرائتي وكانت مستحيل أرضيت بأمر الواقع وقلت لماما سوف تخطبي من الذي أريد وما سوف نخرج من قرائتي وما لم يجعل أن تبزز من هذا الإنسان وكان نعقل وانا خارج لكي نشر الكسوة وانا الخطوبة كان بكي بحاجة وماما وماما يقول واخد هذا كاتب كي راكي غادي تبغي معا الوقت والعقل والقلب ديالي كانوا غادي نخرج بلاستهم ياكا ماما شمودرت لك باش بغا تهني مني بهذه الطريقة مانكذبش عليكم بحكتي غبرات لي وليس مهمو ما في ذاك السن وكان فكر ومرت بزاف وصل النهار ديال الخطوبة ديالي لجاو لعائلتي وكل فرحان إلا أنا أنا اللي قلصة وسط كل شي وعندي الله 14 لسنة حتى الزواق ديالي كان كبر مني العين ما قادراش نهزها في هذك السيد حيتي بالنسبة لي واحد لي هو غريب غير هي سالة الخطوبة أنا كنت في حبس من بعد شهر بديت نحس نقص في الوزن شعري ولي كيطح مرض في نفس يدي وشي مرة كتضيق بيا الدار وكتب لي كحلى تجا واحد النهار مع تسعود يالليل اللي غادي نطح فيه وصد دار نا وغيبت قالوا لي بلي أنني كنت بقيت كنضرب وكنغوة وكنحيح وكنشير لا على بابا ولا على ماما وانا نذاك ساعتين وانا على ذيك الحال أعاد كنفق صباح صباح اجابوا لي واحد سي تقرأ القرآن حيث قالوا يمكن إذا العين هذه أو لراني تخطط شي حاجة ولكن بقيت على ذيك الحال مدة لك طويلة غير يك تسعود يالليل نفس القصة كتتعود وبقوة مكان طيح وكان تركل الجسم يضعاف رياضة وليس لا تتأكل من بعد واحد من نهار بعد خطوبتي ومشينا عند خالتي ومشينا معنا الخطيب ووليدية ومشينا مجموعين مع بنت خالتي سأخرج عليها وسألقاها في التليفون تكون اكتب الاسم وكتصورني خطفت التليفون من ادريها وكتلها في لانا ومش انا هادي لقي ساك تدوي مع الدراري اللي كان وقرأوه معايا في المدراسة على اساس انا هي هاديك وانا كنت قطعت معاو امتصال فشافني تصدمت خطفت لي التليفون من يدي وقالت لي لا 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 ما تزيش لي التليفون وخرجت من ذاك الكون انا فش مشي تفضحت عند خالتي وعند ماما هي نكرت كل شي دخلت التليفون باش نقلب عليها بالاسم اللي اعطتني ووريتو لهم ولكن نكرت رغبتها انها تحيض غير تصويراتي للي حيث هذاك الخاطب اذا مش عرفني باللي انا هذيك غدي يدبحني عيت ما اقول الله يرحم الوالدين ولكن حرام واش بغات نكرت وقال لي رماشي انا لدي لك هاد شي وقلت لي هاله لي سمح لك لدنيا ولا اخيرة وخليتها هكاك من بعد شي ايام اللي بقيت ندعي فيها مات الاب الي وابديت نشوف ها كبت حرقة داخليا كيف ما هي حرقت ني وفي صحت ها ضعافت واتصدمت وكتبكي بالنفس الحرقة دي رغبة المهم دست الايام وده السيد اللي خاطبني غان نكتشف بالصدفة بلي انا اللي كان عارفوه اللي سيحيد لها وهنا اكتشف هذا الكلام اللي كان اكتشف شي حواج لحد الان مغرب واشوال لطفون من الله ولا حيتش انا كان اول ما دخلنا عنده انا في واحد البيت اللي يخبر ويخرج لعندنا ويقول شكون يلا دخل معا هي قلت لها رحنا يا شريف يلا جينا قلت لها دابة قلت لك خرجها ودابة ما فهمت ونوضعتني وغادي تقول من بعد وناظره أبطتني التحت ونرح ومعها عنده أبطت قال الله اعلم المهم هي ماذا ما فيها لك ما هذا اصدق لك اطلق ما هذا اصدق في المدرسة لمدة أشهر لمدرسة لأنها لم يكن لديها جهد لتذهب و تضعتني و تضعت في قرايتي و صحتي و كل شيء كان شوف راسي و اخاذه و كان دبل و أمام لم يكنت جرات بيا و و قالوا حتى نتيجة لم تكتبها و كنت مدة حتى وصلت لدرجة الشلل و تغللت من جميع الأطراف صحتي و لم يكن حركي و أصعب لقطة هي هذه و أصعبت للمرحلة و لم يكن قدر أن أحركي و أيد و أماما كانت تدخلني و تدوش لي و تتوكلني و تشربني و صراحة كانت تجربة لي صعبة بثاف بثاف و تكرفصت بمعنى الكلمة و قلت على نفس الحال لمدة شهرين و أبدايت أن تكون قوة راسي و سعيدة قومي و سعيدة قومي راسك فهذه الفترة الأول التي كانت خاطبني كانت تيبات معنا في الدار و سأقول لي كيف أشهد القضية و هو غير خاطبك و كانت تيجي و أين هو والديك و كان غير خاطبني و تيجي و والديك لم يكن كيدوي معه لأنه اللي سأكتشف و المباشرة يجب أن تفهموه بأنه داروا لهم طلاميس حتى هما باش أنه لم يكن كيدويه و كانت تترجع صحتي نوعا ما و كانت توقف واحد شوية على رجلي سأأخذني دقة واحدة أخرى الخاطب سأقول لي بأنه سعيدة خاصة تداري الحجاب و أنا عندي 14 عام أنا عارفة راسي بأنني خاصة نداره و لكن لم تقبلتها بذلك الطريقة سأقول لا لا يمكن أن نداره دابا و أنا أصلا لا تتمنح من ذلك اللي يخطبوني إليه و أي حاجة جاتت من عنده تجيني خيبة و يخصني ندار العكس ديالها فش نرفضت جات عندي أمو و قلت لي منين قال هالك فلان خاص كتديريه خاصني نديره و أنا صحتي مشات و قريتي ضاعت قلت بأخا ولبست ذلك الحجاب اللي كان فوق من طاقة ديالي و رغبة ديالي أنا ما قدرش أصلا حتى نصلي و أخاة نحاول ما كان قدرش عمي جرقاني لأنا و كيف قلت لكم عائلة بكلهم التزميث فبديت كان نرتاح شوية بالمقارنة مع قبل ذاك الخاطات ديالي كان مقام السمر و كي يجيو تيطلب مني شي حواج اللي على بلكم أنا كنت نقول لي هراء و خط تلات قسمة مع الأرض عمرني ما غادين قبل ندير معاك حتى العقد حيتش أنا ما تنبغيكش خاصك تفهمها و خاصك تبعد مني وتعطني التساع و هاد الخطوبة انت عارب اللي أنها مبززا عليها فش نقول لي هاد الكلام كانت يضربني الضرب ديال ماما كان أرحم ولو أنا شح المرة هرساتي علي العصادية الشطابة كان أرحم من الضرب ديالو كانت يضربني فش ما كانت تكونش ماما حيتش أنا اللي كنت كنحل باب كانت ضرر نحل باب ليه واحد مرات أنا عقل خويا كانت عنده عشر سنين صغر قاع شافوتي يضربني و مع ما عندهش مسكين الجاذ بدك يشد فيه و تيقول لي تلق من ختيار حكار حتى غادي يطلقني أنا عيت مع وليدي الله يرحم لكم الولدين فرقوني على هذا الانسان أرى غادي يقتلني شوفوا حياتي و صحتي كيف شولاس بسبابه رحموني يكنا بنتكم تقول لي غير صبري صبري ماما واحد مرة عطلت لي و قالت لي اجي عندي مشيت لدارها دخلت لكوزينة عندها تخيلوا شون غادي يلقى لقيتها حاطة واحد البرمة قدشنا هي كتبق بق و كتب فوق منبوطة سوالتها شونو دير اخالتي هنا قلت لي يا سكتي سكتي يا كولديتي يضربك فتلقى ايه قلت لي وراء غادي نذلكم غير المحبة دير حواجوك هي طيبه و قلت لي اجيب لي شيء من حواجوك باش نديرهم لكم مجموعين باش تولي مبيناتكم المحبة او يلي يا خاتيش كتب قولي اجترا حرام مراك عارفة لا ماشي حرام اذا كنت ندير لكم غير المحبة عيت ما نقنعها و قلت لي يا سكتي انتي اصلا ما كتفهميش هاد الشي وبقى صغيرة المعين مراككم عارفين هذا النوع كي يحاول انه يقنع راسه بللي انه ما دير الشيذن ولكن في قرارات قلت لها ديري خالتي اللي بغتي تديري انا راني عمرني مغاديم بغي ولدك حيش انا بغنقرأ قلت لها صافي غسكتي صافي غسري رجعي فحالك و انا مصدومة سنقول نين هاد المرة كتدير بحلاكة يعني وليدية راماشي بخاطرهم اللي مخلييني في هاد العلاقة باختصار مفيد كيفاش غاد ينسالي انا وياح واحد المرة مومي ووبا مشوول واحد المدينة ويقضي غرادات بقيت معنا وحد خالتي اللي قلست معنا في الدار وهو جادخل و اضحوا مباشرة الفوق انا كنت قلسة مع خالتي في التحت بدتي عيط لي ساعدة طلعي مابغيتش نتكلم ليه ويد قلت لي خالت رافلان طيب كسر يشوفي شنبه وقلت له لا ما غديش مشي عنده ويبو عالش ساعدة حيش غادي يضربني وعالش غادي يضربك واش عارفة شنو كد قولي لا عفقير خليني وقلت غادي يطرق علي باب بساروس وقلت لي اجيت ناسي لا ما بغيتش نرى ممزوجين وخا انا اليوم غادي نسالي وقاعدك شي لبينتنا شدني بقيت يضربني ويعود لي حتى لدرجة انه تخيلوا معي كنسخف وكنفيق وكلقاه ما زالت يضرب فيها في واحد اللحظة بشعرت انه انسان ماشي طبيعي يقلسني في واحد اللقنت في البيت على البرودة وقلت لي ما نسمعش حسك خالتي عيط ما تضرب في ذاك الباب واللي يسمع الصداع في الزنقة يلقى الباب محلول يدخل الطرق ويطلع يضربه في الباب حل يا المسخوط حل راك غادي تقتل البنت حلف لحل ذاك الباب انا بطبيعة الحال قطعت الحس حيث اش هو اللي يطلب مني انا نقطعه ما تسوقش ونعز حتى جاءت ماما مع 12 ديال الليل ديس كتدقوا وكتقول لي حل الباب ذيك ساحل ونطقي يجري اهرب انا لقوني في واحد الحالة ديال اللي عدو ضربوني بطرشة يقولوا لي يا سعيدة اغدري معانا اختي اغدري معانا انا مثلا جاوب حتى شي حد غير مصدومة وسكتة جاز خالتي بقى تقول ماما شنو هاد الحالة اختي را بنتك تضربها دائما قلت لها لا ما تضربهاش ديما حيث حتى شي حد ما كان عارف بلي انا وكانت قيد تعدى اليوم ما كنش كان قدر نقول ذيك ساعزتني ماما غسلت لي وجهي وبدلت لي حويجي باش انا يمبقاش مؤثرها دوز ديك اللي لا وفقت لغدليه الصباح وهو ابا داخل وتيقول بلي انا وفلان جاتي طلب السماحة وبلي انا ورا سمح له خالتي كانت بقى معانا قلت لها نعم واجديك الضرب كاملو اللي اعطى البنتك وده بسمحتي ليه قلت لماما شو في اختي غادي نقولك زوج ديال الكلمات ما غادش نطولهم معك اذا انتو مساخين بهاد البنت سعيدة اعطوها لي انا نربيها جات ماما قلت لبا صافي قلت لك خينا ما يبقاش ما زال يوصلنا والبنت ما غادش نعطوها ليه انا قلت الحمد لله دخلت لبيتي بنيت كم بكي على راسي كم بكي على حياتي على صحتي وعلى قريتي وتنقول الله يا ربي الله يا ربي را ضمرني قلت الحمد لله لكن ما شي مشكل ما زال عندي الوقت في انني نقف على رجلي داز هاد الشي وطويت صفحة وسمحت اللي سمحت وتجاوز ورجعت القرية وانا عندي 16 سنة قرية ونجحت في التاسعة علما انا وفاش رجعت القرية كان ممنوع لي الصحابات وكانت ماما هي اللي كانت ديني وكانت جيبني ومخصنيش انا انت عطل في المدرسة وإلا غادينا كل قتلة ديال اللي عمرني ما كليسة في حياتي والتهديدس ديال غادي تخرجي من المدرسة الحنان ديال اه شبه ما كانش لانه الام ديالي كانت متسلطة عليه واحتى السلطة وليا دياله كانت مسيطرة لها حمحيدة عليه جاي العيد وجاو واحد ولد خالي اللي كان ساكن في واحد القرية وكانت تكون اول مرة قدي نشوفه تلمنا وقرسنا مجموعين دست شهر وبقينا على تواصل في المواقع التواصل وماما كانت علاقين باللي انا كان ندوي معه لانه من العائلة كانش حاجه عادية هو قدي يقول لي يا واش تزوجي بيا قلت ليه واخا لانه قلت نهرب من تسلط ديال الممي والمشاكيلي كانت تنضب سبابي اجي انا نهنيهم مني قبلت وجاو اخطبني وانا عندي 16 سنة في سخة الخطبة مننا وتزوجت مننا وهو كانت عنده انا ذاك 28 سنة درنا الخطبة وفي عام واحد درنا كل شي تامن العرس مشي تسكنت معه ماما هي اللي غادي تصلح ليه الطبقة الفقانية لانه مادين كان فقير وحتى والدي ما كانش في حالهم ماما فرشت يديك الطبقة اللي انا وما كاترداش وما بغايتش تصفتني البلاسة اللي هي ما مقداش ما عنا العائلة وما كاترداش باع العائلة انت عبا وما بغايتش تشوفني مكرفسة فاش غادي نزوج بيه غادي يقلس من الخدمة فلان نو تخدم لما عندي فين نخدم دابا انا كان ديباني بالبيستي البيستيش حاكي تدخل بيه اخويا الف درهم وشو غادي تدلينا هذا الف درهم انا كان شرط الوحيد يفلو قبل ما نزوجو انه يخليني ينكمل قريتي وفعلا انا مزوجة كنت كنقراسانكيان في ديك القرية فلان نو تخدم ما كينش فين ووالو كيبقى نهارو الليل ناعس انا تنقراو كنجي وبعد المرات كنا تناكلو مع اماماها وبعد المرات انا اللي تنطيب وخا ما كنش كنعرف من بعد خمس شهور ما بقاش عندما نصرفو انا وياه وعائلته بحوثة وحدة صغيرة كانوا تياكلوها كلهم والطياب لي كانوا تياكلوه انا ممولفاش ودكشي كان عندهم بالحساب وصلت بي الدرجة انه من قوة الجوع كنت 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 تخف المدرسة المدير دي المؤسسة قد يعيث لي واحد المرة وقال لي اجي سعيدة نعم ماذا واستاذ انت في اغلبية الاحيان كتجون انت يتخفنا واللحة كتتوصل وكتتخفي والاساسي دحت وما لاحظوها شو المشكل وانت ما زال بقاش جديد عندنا هنا صراحة واستاذ انا مزوجة وها شنو كاين اياك شوفي رامي منوع المزوجة تقرهنا وصراحة ان هذه القضية اللي قال لي انا ما عارفش واش بالصح ولا لا المهم قال لي رامي منوع انك تكون المزوجة وتقرهنا ولكن انت بقيت في يوم ان اتعاطفت معك انا غالي نوصي عليك الموظفة كل اصباح فاش انت يجي ندخل لك البرو ديالي عندي هنا شربي واحد كس ديال اتي وكل واحد المادلينة ترضي بهم الروح قلت لي صافي وخة والله يرحمني كل وايذين على هذا الخير انا هاتش موصلتوش لدارنا لانه تربينا على المرأة اذا تزوجات خاصة تصبر عليك كل شي بقيت كل اصباح كنشرب كويس انتعاتي وكنا ناكل ديك المادلينة وكانت تقاتل وكنا نقرأ مثل واحد النهار في الدار معه راجلي ديما كنلقى هذا التليفون دياله حتى في المرحض اعزاكم الله ديك النهار كان نيس يدخل المرحض وخلا تليفونه وانا نقول والله تنهز نشوف ليش نو هاتش اللي كيخليه في المامشى ديما عادك التليفون ما مصوقش غيرها نلحلو غلقى واحد صورة ديال واحد البنت مخيلة اللي حياه شكون هي الخاليلة دياله القديمة لانه قبل ما نزوجه فاش كنا كان كنا ورها لي وعود لي عليها بقيت على ذلك التليفون حتى اخرج وصولته شون هاتش يا فلان قرأي عايش الزيتية التليفوني بدك يترى وغلية واتغوطنا ودوزتها ليه ولكن منسيتهاش من بعد ايام كنت غادل عند ماما اللي كانت تتسكن في مدينة واحد اخرى وانا فطريقة نقول لها عافكا ماما طيبي لي انا راه جاية في المدشع ايان طيب لك بنتي شنو بغيتي غير طيبي لي ولي كان انا جاية وقود الجوع اللي ما تناكلت حتى نشبا او لما تناكلت الشي اللي بغيه غير دخلت بدي تناكله بواحد اللطا حتى اتوحلي وكادقول لي ماما ما تتكريبه هذه الطريقة ماما ومالفاش لك كنقول لي لا راخير هذه الشيب ننامت ومالفاشت ماكلتك وتناكله وتنخشي دخما من المورة ضغمة تنفس تصويني على سبب وغاد نقول ليها ما بقىش في لان خدام ماشت خرجت مسكينة وتقدات لي كل شيء واجبت معي القفا في الداري وحطتهم من فوق في الكوزينة ما كنتش كنقفل كنت نخلي كل شيء مفتوح فاش كنت كنجي من المدرسة كنت كنلقاش حال من حاجة نقصة وما كنقدر نظر تنقول هذكر عائلتي وحشو ما انا ننسو لهم ولا نقول لهم علش هزيته حيث كنت عارفة بلي انا وما عندهمش حتى همو كنقول ماشي مشكلة وانا مستد الحريرة كلها معا كنت عارفة الكود متع التليفون دياله فكنت حاضيه وكانت جمعته ما زال مع ذلك الخليلة مخلة للحياة وما كنتش كنقول لي حتى شيء حاجة كانت عندي فكرة اننا نقرأ ونخليه لمولانا واخا كنت كان بكي في اي وقتها على ذلك الخيانة تل واحد مرة وانا قلت وانا قلت وصلوا مساجات في التوحشك في التليفون ديالو اللي كان كيت شارجه وهو قلت مع امو حليته عايت لي بلغوة فلان قلت لي شنو هاد شيء فاشفقت القدراسي بحيلا زرقاء بحيلا خان قراسي بحيلا رجعت يديك الحالة اللولى ديالي ديال المس سونا وعلى ماما اللي غدي تجيكا تجري من هنا رجعت القص اللولى وليس كان طيح من اول وجديد وكان مرض في صحتي وكان ضعاف فهذه المرحلة ما عرف شنو المعنى ديال هاد شيء اللي كانت يوقع ليا ولكن والله العظيم اذا كان صادق ووقت ما كان كاي عصبني تخيلوا معايا كانوتي يجو ليه الجن اللي كنت كان سمعوا انا وياه في دقة واحدة بواحد الصوت اللي كان نرقيق بزاف وهو كانت ينقذ من بلاسه وتبقات يقول ليه آه العار آه العار سعيدة لما اسمحي ليه وينغبني مقين على ذيك الحال حتى الواحد النار سيكون عند واحد المرهة موش عويدة وركزوا على هذه القضية لانه وقت ما هو الداني عندك موش عويد او لذيك الخاطب الاول اللي تنمو عندك فقها ولا موش عويدين كل من تخدم بالشياطين إلا وما كيقبلونيش عندهم وكيطردوني لانه فاش كان مشي عن شراقي اللي كيستعم بالقرآن فقط ما كانت يوقع ليه حتى شي حاجة اللي موهم فاش هو الداني عند شي موش عويدة قتليه باللي انه هاد البنت فيها واحد طاقة اللي احنا ما قد دين شاليها غادي ديوني عند واحد المره وحد اخرى اللي نعيتوها لهم واللي كانت عندها في دية واحد نجمة اللي كانت سوداسية وغادي وقعنه في السيناريو ولكن هاد المره دهك شي فوق من الأقل غير انا وصلت غادي خرج عندي واحد تيخدم معا وهاز فيدي الملحة كيسول شكون دباجه جديد قال لي ها نضراج لي قال لي انا امرتي فين هي امرتك قال لي ها هي رشالي الملحة كاملة ورجع في حاله شويدخل عندك سيدة وعود رجع وقال لواحد الصف اللي كيت نوكامل هم نبتهم قاتلكم الشريفة سيرو رجعوا في حالكم وقالت ليكم شريفة سيرو رجعوا في حالكم و تبقى غير هاد السيدة فقط و تبقى غير هاد السيدة كيفية والجعاء يحب الملحة فيها سنجد من الملحة قلت لي الدولة وعندما كنت ي분ي الملحة تفاجئ خرج في عيني بي و تبقى غير هاد السيدة انا لم أعرفك كيف سيقوله اقبوها رجلي اقبوها الآن اقبوها فيها لقد قررتني على خيارتك اعطيتك تقرأ القرآن وكانت تقرأ القرآن وكانت معا واحد بنتها اللي كانت خدامة معها اللي بدت تتخنق والاخرة كتقول ليها واما را كي خنقني هذو كديولها انا في هذه اللحظة غبت ما كنش عارفة جنو قع بالضبط حتى ضربتني الفيقة ورقيتها كتقجني وكانت تقول ليها عافك الشريفة انا را سعيدة انا را سعيدة الرجلي كان معايا كان حاضره مخلوع ما فاهمش باش تبلا فاشكن كن قول ليها را كتخنقني بلا تتقول ليها وكانت تتخنقها جنونك لماذا جتي عندي وشنو بغيتي وشنو خصك تنغوت وانا بقى صغيرة سبعتاش سبعتاش لسنة را هدابة فاشكنت تفكر هذا الشي كان ممرض صراحة رجلي ما كنش كي اعتقني منا لانا وكانت تقول ليه هذي را ماشي سعيدة غير بديت كنغيب وهنا طلعت معايا واحد القوة قالوا لي بلي انا وفاد اللحظة توقت وبيت كنضرب فيهم كاملين بتلحتهم بقيت على ذيك الحالة حتى وعيت ورجعت في حالي ايك تمشي تجيب لي مرتك غضة حيث اجداري كل هات تحرقات وانا وقفت الخدمة وما بقيتش غادي نخدم قوليها بهذه العبارة را خرجت عليها بقيت مرادة بدو كل ايام وبدو كي يجو عندنا فقه هالدار اللي حافظين ستين حيزب كيرقوني حتى بديت كنسة وكان وقف على رجلي وليت بخير وتحسنت وكان صلي ولكن دي ما كنت انا حسب لي انا ومعايا شي حاجة كان نعمامي بما انه وعلماء في الدين شرحوا لي اللي انا وربما عندي واحد البركة او لمعايا شي جين مسلمين اللي هما ما يتقبلوش انهم يتقابلوا مع الشياطين ولو انني التأذيس بالسحر ولكن دك التاقة دي كتر من دك الناس اللي كمشي ينتعج عندهم نرجع للحاضر دي الحكاية دينا وليس بخير وبحكم انه راجلي مازال مخدمش وقرر بيدخول رمضان وقلت لي غادي يمشو عند ماما ندوزوا معها نصر رمضان الاول نشبه معها حيث انا ذاك كانت العطلة وكنت نجحت في السن كام بخمستاش وقلت لي اوخه ومشي مشكل مشينا في ذاك اليلة فاش وصلنا ما ما اعطتنا البيت اللي كان ديالي واللي في الفراش انتع واحد كتلي نتافلنا نعز على الفراش وانا ما عنديش مشكل غدي نعز صغير على الارض دك الشي اللي كان اغليز وصلت لساة الليل غدي نسمع الهضرة والتضحك بالشوية فاش غدي ندور غلقا كيدو مع الخليلة فاش غدي ندور مكالمة فيديو وصدرنا وبوجهه حمر وانا تشعلت الضوء وكتلي حرام عليك انا اللي معاودة لك كل مادة زعلية من حقراء وجرح في قلبي وكنت نشوف فيك الصديق قبل من رجلي وجيدة بتدمرني بحال هكا تزوجتي بيا غير طمعان علش عدبتيني معك بلقاتي ارغبني ارعار ما تقولي والو ماماك والله ما نعاود وهذا راوعد طلبت منو يبروكي ذاك خيتي ادخط المرحاض وبقيت تامكي حتى ارجعوا عينيا محمرين بغاويت تطقوا ارجعت البلاستي وهاو غادي جي الصوت نتع دائما علش كدير لها بحلاكة اليوم غادي قتلك نظم البلاستي وبدك يرغبني وكيت لبني آل عارها آل عارها هما جاولية قولي اليوم غري اعطوني التساع ما بغيتش ناظر ومش اجاب الملحة دورها علي وعليه وقال يابلي انا قلت له صافيراني سمحت لك اهنا غادي تهدبنا ذاك الصوت قاسمان بالله العلي العظيم اذا بالصحش اللي تنقول لكم واذا كنت تنكذب عليكم بغيت ربي اخط فيها الحق في هاد النهار لغد لي الصباح فاش شافتني ماما في ذيك الحلاس ولا تني مالك قلت لها لا والو اول مرة ماما غادي تقولي اهضري مالك كنت بغا نفاجر عودت لي كل شي من الاول الاخير دارت لعندو شبعتو فيه معيار ولمتو تخيلو مقوة الجوع شفران ديالعيني طارو مبلاستو مقسم بالله العلي العظيم قلت لي قلت لي انا راي نرى انا خادي قلت لي غادي قلت لي بغادي نجمع خادي نشي معك قال لي لا غير خليك غادي نشي نقعد غير الشي وريقات اللي خاصو ميتقادوا نعود نرجع قلت لي صافي وخ ماشي مشكل من هذيك مابقى مازال نرجع كانصوني في التليفون ديالو طافي كانصوني على امو على ابا تحد ما يجاوبني مميكش لي نمشو عندهم لانهم مبعاد بزاف مدينة واحدة أخرى في الجبل متاع مدينة واحدة أخرى و قلت لهم ارها بغطت نتطلق أبا شافيه و قال لي ما عندناش البنت اللي كيتطلقوا جمع لي حويجي في بلاستيكا ضربني بتصرفيقه و جرع لي مع الباب و قال لي خرجيه ليه ايه ببالحنين ما نويتوشي دور هذا القاضيه ازيدوك الحويجات و خرجت و خرجت لواحدة الرياض اللي كان حدانة و قلست سراحة رجلية و بيتكنبكي وتنشوف السماء و كان نقول يا ربي شنو هدنبلي درت و كانت تعاقب فيه اليوم يا ربي اسمح لي اذا درت شي حاجة بلاهواية يا ربي ما تعاقبني شبهات طريقة را ما عندي فين نمشي و بما انه الحكاية يا صديقي كرام طويلة بزاف و النهاية ديالها من عالم و حد اخر كنقول لكم بلي انا و غادي نضرب لكم موعد ان شاء الله غضة او لا بعد غضة هيرو و كان وعدكم بلي انا و النهاية ديالحكاية شي حاجة ليه ايجابي و زوينة و فيها عيوات جميل و لكن قبل ما غادي وصل داك العيوات دست شي حاجة او تاني من عالم اخر فضمتوا في رائعتي لا و حفظيه خليوا تعالي وقف هذا الجزء الاول و نقول لكم الى الحلقة الماجهة ان شاء الله سلام سلام